السلام عليكم و أسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة وسلامة أخوكم المهندس يوسف القحطاني وحياكم الله معاي في برنامج يوسف شو أعتذر اليومين الماضية ما طلعت في السوشيل ميديا كان فيه وعكة صحية ولكن الحمد لله الأمور طيبة أحب أشكر الأعضاء الجدد اللي انضموا القناة يوسف شو أخونا أبو نواف الجديد حياك الله وياها لو مسهلة بالإضافة للأعضاء القدامة الله يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله القادم بيكون أفضل الأشخاص اللي يقولون كيف ننضم العضوية يوسف شو رح تلقى فيه تحت الفيديو زر اسمه جوين أو انضمام في عضوية يوسف شو تضغط عليه رح يوديك للصفحة اللي وراها يوريك نوعية العضويات اللي ممكن أنك تختار اللي ناس بك وتشترك فيها رح يكون فيه خلف الكواليس الحلقات رح تطلع في البداية للأعضاء حسب الأهمية يوم يومين ثلاث أيام أو ممكن تكون السبوع لهم تفاصيل معينة وفي الأخير رح نرد الأشياء الأساسية إن شاء الله في القناة العامة اليوم حبيت أني أشارككم تجربتي مع وكالهم الوكالات في الرياض وأنا طبعا زبون لهم يمكن فوق العشرين سنة ما رح أقول اسم البراند هذه أو اسم العلامة هي تعتبر من أفخم العلامات اللي موجودة في العالم والوكيل ما شاء الله من أقوى الوكالات يمكن اللي حتى في العالم ولكن أبنقلكم تجربتي بدون ذكر اسم الوكالة هذه أنتوا ممكن تكتشفون الشيء هذا متابعين ما شاء عليهم أذكية جدا ولي تابعوني في السوشال ميديا سواء كان انستجرام أو تويتر أو سناب أو حتى اليوتيوب ستوريز رح يعرفون الشركة هذه ممكن توصلهم الرسالة من وراء التريلات مثل ما يقولون فودي أذكر لكم قصتي هذه معهم شاءت الأقدار أني أحتجت أني أشتري أكسسوار من الوكالة اللي موجودة في الرياض طبعا هذا الأكسسوار اللي هي عبارة عن الشنطة اللي للموتربايك طبعا هذه الجهالي سار قبل كورونا كنت طالب الجهال يمين وهي تجي قطعتين الشنطة ويجي معها الحامل وأنا عضو في النادي حق الموتربايك هذا الميزة العضوية نكتأخذ تخفيض 20% على قطع الغيار والإكسسوارات ما قصر حبيبنا اللي في الوكالة في قطع الغيار في خريص طلب للقطعة هذه قال لي ثلاثة سابيع إن شاء الله توصل وفعلا سوالي تخفيض 20% ودفعت تقريبا نص المبلغ لما أنها توصل ولما وصلت دفعت النص الثاني الكلام هذا في بداية كورونا بعد ما راح كورونا احتجت فعلا الجهة الثانية وأنا أدري إنها موجودة في الرياض علشان كذا رحت قبل يومين تقريبا رحت النفس الموظف الله يعطي العافية شخص ولا أروع اسمه أحمد وما قصر سلام عليكم مش أخبارك طبعا بعد ما خدت لي رقم وانتظرت تقريبا أبو 10 دقائق قرب الساعة وصلت للرجال قلت له أول الله أبي القطعة هذه طبعا أنا جاي بالرقم حقها أو القطعتين أنا جاي برقامها عن طريق الشاسة من النت فقال لي والله أي موضوع الموتربايك والأشياء هذه كلها انشالت من خريص وانتقلت إلى الضباب قطة غيار صيانة اكسسوارات كل شيء شالوا قشهم كلهم وودهم الضباب يا ابن الحلال قال والله ودي أخدمك بس للأسف الموضوع انتقلين هناك قالنا يلا ما هي مشكلة عسى في آخيرة وشقلنا موترنا ودقينا المشوار طبعا إلى شارع الضباب المسافة تقريبا من 25 دقيقة إلى نص ساعة إذا ما في زحمة قلنا يلا ما يخالف ومكانهم هذلك التعبان ما علينا نتحمل شركة فخمة وغالية وانك تتعنى حتى موقف يلا نكتحصل موقف بس ما هي مشكلة وصلنا الوكالة ونزلنا وقال الرجال السيكوريتي قال معلش انتظر الرجال هذا مكتبة حق قطع الغيار لقيت ان فيه زبون موجود على المكتب بس الموظف ما هو موجود خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة والا الرجال ما جاء ما مختفي طيب يا الحبيب الموظف مداوم الموظف مداوم بس انت ارتاح ارتاح قالنا طيب يلا نرتاح ما هي مشكلة ارتحنا جاء ما قسر واحد من الشباب في الصيانة فاضي تفضل يا أخونا طال الله جزاك خير جلست مع الرجال السلام عليكم عند القطعة هذه أبي الله جزاك خير أبي قال لي تبغى قطع غير قال نعم كوالله هذي عند زميلي قلت بس زميلك ما هو موجود حنا ماسكنسيرا ما في احد بيجيك بيجيك انتظر ما هي مشكلة المهم انه جاء الرجال بعد تقريبا فوق النص ساعة وشكله منفس الضهر انه ما لقى القطع اللي ضايعة في المستودع منجد والله ما ادري ما ادريش اقولكم صراحة المهم جاء الرجال ما قصر الله جزاك خير وجلسنا خلص الزبون الاول تقريبا جلس معها تقريبا ربع ساعة بعدين جلت الزبون الثاني جلس معها تقريبا عشر دقائق ربع ساعة بعدين جيت انا سلام عليكم عليكم السلام عندي يا طوي العمر القطعة هذه أبي اطلبها وهي موجودة عندكم قال لي لحظة ترى انا ما اعرف اي شي عن الموتوربايك طبهم جابوهم عندنا هنا وخلنا ندور في السيستر قلنا يلا اعطينا القطعة الاولة القطعة الثانية قام دق على خريص ورجع مرة ثانية طيب ايش القطعة هذه واش شي وكيف طيب هذه الشنطة اللي تجي وراء يسار ويجي معها الحامل وقعد اشرح للرجال انا ما لومه انا لوم صراحة الشركة ما علينا قال لي طيب والله هذه للأسف انها موجودة في خريص يا ابن الحلال انا تقولي في خريص قال والله القطعة هذه موجودة في خريص عادي يخذ الفاتورة ورح لخريص قلت هنا تومني جاي من خريص الحين طيب انا ابي القطعة الثانية ابغى الجهانيمين طبعا ابيها الاخوي قال لي تطربه من هنا قلت تطربه من هنا قال لا لازم تطرب من هنا قلت يا الله ما هي مشكلة عطيتها رقم القطعة خلص اجراءاتها بعدين عطاني الفاتورة قلت له طيب يا الحبيب فيه تخفيض 20% الاعضاء الكلب حق الموتربايك هذا قال ما فيه تخفيض يا ابن الحلال فيه تخفيض العضوية النادي قال وش النادي بعدين هذي نطلبها من الشركة الام ما عليها تخفيض قلت يا ابن الحلال انا تومني طالب قبل كم شهر موجودة في السيستم والله ما فيه عندنا تعلمات اللي عندنا اي شي يجي من هناك لازم انك تدفعها قلت طيب السؤال هل فيه اكسسوار موجود في الرياض للموتربايك هذا اذا عندكم انا مستعد اني ادفع ما فيه ولا اكسسوار واحد كل الاكسسوارات لازم انك تطلبها من هناك طيب انا قلت لحبابين المصريين انا استفدت ايه ما علينا المهم ابدفع ما هي مشكلة وبعدين نشوف موضوع التخفيض فيما بعد قال لي طيب بس لازم تدفع مبلغ كامل يا ابن الحلال ادفع جزء من المبلغ ولما انتجي القطع بعد ثلاثة سابيع بدفع الجزء الثاني لا تدفع المبلغ كامل لا حول بالقوة الابلة طيب المدير والله تبتكلم مدير الصيانة هذاكو مر على سيد المهم رحنا للسيد السلام عليكم سير كيف اخبارك عندي الموضوع كذا 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 لازم يكون فيه تخفيض العشرين فالمية حق العضوية لا ما فيه دسكاونت يا ابن الحلال قال لا وبعدين القطعة هذه بنطلبها من شركة الام فما يستطلبها من هناك وتأخذ عليها تخفيض تدفع المبلغ كامل يا ابن الحلال المهم انا قلت دام اني انا اعرف وموظف في خريس عسى فيها خير اني اروح لخريس خلا اروح خريس مرة واحدة يرزقنا الله اخذت الفواتير وطلعت من عندهم وادق مشوار نص ساعة الى ما اني وصلت عند حبيبنا هناك وكان فيه زحمة بدت الزحمة هناك جلستني ابو نص ساعة جلست عند الرجال سلام عليكم وعليكم السلام عسى ماشر ليش رجعت مرة ثانية قلت والله الموضوع كذا كذا ويقولون القطع موجودة عندكم في خريس مستحيل شالوا القطع قلت والله يقولون موجودة عندك اضف الى ذلك انا ابي اطلب الجهال يمين وابي التخفيض للاسف هناك الشباب يقولون ما فيه تخفيض قال والله كيف لا فيه تخفيض كم رقم العضوية حط رقم العضوية ويجيك التخفيض 20% قلت طيب وادفع جزء المبلغ قال يتدفع جزء المبلغ ما فيه مشكلة زي المرة الماضية قلت ليش هناك يقول يدفع المبلغ كامل قال والله انا اعتذر بالنيابة عن الشباب ويحقق علينا وحنا اسفين ولك اللي طيب خاطرك قلت بيضى لوجهك وجزاك الله خير يكفيني هالكلمتين الطيبة منك وما قصر الرجال طلب لي القطعة الثانية دفعت نص المبلغ وانتظر القطعتين الثانية طبعا تجي شنطة ويجي معاها حامل هذه لها رقم وهذا الحامل له رقم وهذه لها سعر وهذه لها سعر المهم جاء الموظف اللي داخل في المستودع جاب الشنطة بدون الحامل قال الموظف يا الحبيب وين القطعة الثانية قال والله القطعة الثانية ما هي موجودة هنا افها ليش قال والله القطعة الثانية موجودة في الضباب بالله ايش رأيكم قلت له من جدكم الحين هذه ثالث زيارة هنا أبرجع الحين للضباب ودقها المشوار فيها الحر فيها الشموس قال والله أنا آسف جدا جدا وحقك عليه ما أدري وش أسوي قلت له تدري علشان هالوجه الطيب ما عندي مشكلة بس كلم الشباب اللي هناك خل يجهزون القطعة بحيث أني أنا أمر أخذها طبعا أنا دفعت المبالغ وأموري تمام يعني القطعة هذه تقريبا أسعارها تقريبا حنا وصلنا أربعلاف خمسالاف ريال يعني ما نشاري شيء ببو 200-300 ريال ما علينا شغلت السيارة والرجال قال كلمناهم الأمور توصل عندهم هناك تلقى قطعتك جاهزة وصلت عند الشباب هناك في الضباب الأمور تمام سلام عليكم عليكم السلام استرح قلت الشباب اللي في خريس كلموكم قالوا معلش استرح خمس دقائق بعد عشر دقائق يا الحبيب أنا مفرض أني لقطعة جاهزة ما كلموك اللي في خريس والله ما حتكلمني يا شباب كلموك اللي في خريس قالوا كلموكم وهذه قال أنا ما أدريش قاعد تتكلم عنه على كلامي مع هذا والجدال جاء موظف ثاني الله يجزاء خير قال لي أنت اللي جاي من خريس قلت نعم قال طيب معلش تنتظر شوي قلت لا ينتظر مفرض القطعة موجودة أنا المشوار نص ساعة ترى هذه رابع مرة اليوم أمر الوكالة هذه يعني صرت شغال عندكم مراسل المهم قال حقك علينا الموضوع عند المدير سيد رحت أنا لسيد سلام يا سيد القطعة موجودة ما هي موجودة قال لي أنا من أول قائلك لا تكلمني على الموتربايك أنا ما أعرف شي على الموتربايك إذا تبغي شي في الموتربايك كلم اللي في خريس قلت له العالم يقولون نقلوا عندك هنا قال صح بس والله أنا ما عندي أي معلومات عن الموتربايك قلت يا حبيبي هذه هي يلا هذه اللي أولا ننعافتها لي على دخلة الرجال ظهرنا سمع على أصوات ترتفعوا زي كذا المهم جانر الموظف هذه قال يا سيدة موضوع كذا كذا قال لا تكلموني على الموتربايك ما أدري عنه أي شي قال ما يخالف استرح قلت له يرحم والديك جب لي القطعة حقتي خلني أتوكل على الله جلست الموظف الثاني قلت لا تشربني ولا شي أبي القطعة حقتي الله جزاك خير جلسنا خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة قال لو الموظف هذا المسيكين يدور مستودع المهم أنه بعد عناء لقى القطعة تدق على أخوية قال بشر الرجال لقينا القطعة تراها موجودة أبشرك جالك قطعة قلنا يلا ما هي المشكلة انتظرت جاني الموظف سلم نقل القطعة وقال لي أنا آسف ونعتذروا حقك علينا وترى الموضوع والله ما هو عندنا حنا بين يوم وليل فجأة جابوا عندنا الموتربايك وحنا ما عندنا أي معلومات يعني أنا أشوف الخطأ إنه من الإدارة العامة اللي فوق سلامات وفرض أنه يكون فيه هاندوبر زي العالم والناس المهم دخلتنا القراج حق الموتربايك فتتوقع وكالة وفي الرياض فيها فوق ستة مليون نسمة وبراند ما فيها إلا رافعتين رافعتين أنت لو تمر أبسط ورشة موجودة في الرياض رح تلقى فيها ثلاث أربع رافعات فببالك بوكالة صراحة شيء أنه يحزن طبعاً هشباب ما قسروا لا يعطيهم العافية قالوا وحنا متأسفين وحقك علينا وحنا بنطيب خاطرك بعلبة المناديل هذه طيبة المناديل هذه ممتازة تقدر تستخدمها يعني في عطستين تكون خالصة ومثل ما قلت لكم طبعاً أنا ما تكلم عن الشركة هذه ما راح أتكلم وما راح أذكر لكم البراند هذا أنا ودي تعطوني في الكومنتز تحت هل صارت لكم مواقف زي المواقف هذه وش تقترحون الحلول زي المواقف هذه أنا أشوف الموظف مسكين الموظف هو الغلبان صراحة لأن القرارات تجيه من فوق على راسب فحبيت اليوم أني أشارككم الموقف اللي ما الأمة داعي اللي صار مع الوكالة هذه أتمنى أنها توصلهم الحلقة هذه مع شاي بالحليب والذكي يفهم وشاركوا الحلقة هذه طبعاً للناس اللي يعزون عليكم طبعاً أكيد لا تنسون الانضمام في عضوية يوسف شو عن طريق الزر الواحدة القولة تحت أو الاشتراك في القناة ولا تنسون اشتراك سبسكرايب لايك ومشاركة الحلقة هذه للناس اللي يعزون عليكم فمان الله ترجمة نانسي قنقر